مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا ودرس اليوم هو تطريبكم كيف تكون جمال أو أسئلة باللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح لكن قبل أن أنسى لمن يريد أن يتابع برنامج وكورس جديد 2021-2022 من الصف مرقب ومرتب أنصى أكد بالقناة الثانية ستجد الدروس جميلة جدا وتبدأ من المستوى اللي يتناسب معك اليوم معنا ست جمل ومنها أسئلة نريد أن نتأكد أين يكون الخطأ؟ هذه أخطاء بيكرر كثير من الطلاب لكن بسرعة إن شاء الله مع كثرة هذه الفيديوهات أو مع تكرارها عندما تشاهد عدد كبير من هذه الفيديوهات يتقل أخطائك أنا اخترت الأخطاء اللي أغلب الطلاب بيقع فيها من وقت إلى وقت آخر لنبدأ مباشرة نريد أن تضيع الوقت لو أنت تنظر إلى العبارة مباشرة ستكتشف أن الخطأ هو في حرف الجرآت ومفروض أن التواريخ دائما تأتي مع أني طبعا مفروض أن شرح أنتهى بالنسبة لهذه العبارة لكن البعض يقول لك مش فاهمك كيف يعني خذها قاعدة عامة في عقلك قاعدة عامة التواريخ عندما تريد تقول في عام 2010 في عام 1950 في عام كذا دائما لا تضع لا آت ولا أن ولا أي حرف الجر فقط المختص بالتواريخ هو إن هذا الشرح للتعميق واضح؟ واضح إذن معناته أنا الآن أريد أن أكون جملة وأقول أنا سافرت أو أنا كنت أو أنا في باريس في كذا في عام كذا كذا ستقول I was in مثلا باريس أيوه in واذكر التاريخ يعني in 1999 الذي تريده number two Tom doesn't has books Tom لا يوجد ديه كتب هذه العبارة بالعربي Tom doesn't has books الواضح في الخطأ هنا أنه واضح ويتكرر عند كثير من الطلاب حقيقة هو الhas الhas البعض متأثر أنه Tom هو يرجع he والhe تأتي مع الhas that's right that's absolutely correct هذا بالتأكيد صحيح but not in this case لكن ليس في هذه الحالة لأنه أنت الآن عندك ما في doesn't فعندما تقول she doesn't he doesn't الفعل الذي يأتي بعدهم يأتي مصدر والمصدر من الhas هو الhas فهنا لا بد أن تعود إلى have أنا المفروض كذا الشرح انتهى لكن ما زال هناك البعض يسأل مش فاهم واضح أكثر أوضح لك أنت عندما تكون جملة تقول she likes هي تحب صح؟ لابد أن تضيف الاس لأنه هذا الاس بعد الهي والشي واليت يسمى present simple المبارعة البسيط عندما تم في هذه الجملة ستقول she does not اللي هي تدمج وتصبح she doesn't like وهتشيل الاس يعني لن يكون هناك اس she doesn't like she doesn't like طيب على نفس المقياس ونفس المعيار سنقول she هي has لديها تمام؟ عندما نم فيها نقول she doesn't أها يعتبرونه هما الhas هذه هي نفس الاس يعني كأن كيف يعتبروها؟ يا أخي بدون ما يعتبروها خلاص انت إذا وجدت الجملة she has he has النافي منها she doesn't have he doesn't have سواءً she ولا هي تمام؟ أوكي؟ تكيت إيزي عزيزي يعني يخذ الموضوع بساطة عود نفسك يعني إنه he has he doesn't have يرجع الفعل مصدر have number three it's a question سؤال واحد يريد أن يقول لأحدهم why you don't buy a new car يعني باللغة العربية ليش أنت ما بتشتري سيارة جديدة؟ شايف سيارتهم هكعة وتعبانة وكل شو بتتعطل he wants to make a suggestion suggestion ان اختراح ليش أنت ما بتشتري سيارة جديدة؟ هنا لو واحد ترجمة عربية بتطلع مئة مئة why لماذا؟ أنت don't buy وجاب الصفة قبل الموصوف زي الفل سيارة جديدة new car كلام مئة مئة but الجملة خاطئة أو السؤال خاطئ it's يعني the wrong question الترتيب لابد أن يكون العكس يعني هنا تأتي why don't وبعدين تأتي why don't you buy واحد يقول لا ليش؟ بسيطة يا عمي أنا أول شيء حين كده جوابتها بس هنشرح أنت الآن لما تجد كون سؤال why when what ثم يأتي is are do does ممكن تكون do ممكن تكون don't يعني why do you مثلا why do you go لماذا أنت تذهب إلى المكان الفلاني why do you go إلى المكان الفلاني أنا ممكن أقول why don't why don't you go ليش أنت أعني بحول الاقتراح بذلك المتابة why do you ليش أنت بتذهب why don't ليش أنت ما تذهب يعني الآن أنا بتكره عليك فكرة why don't you go تمام؟ هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه أصلا when you make a question when عندما أنت تصنع السؤال هناك ترتيب لهذا السؤال يا سيدي what والwhere رقم واحد ثم do does ثم you هي ثم الفعل ثم يأتيها الأوبجيكت هذا الترتيب يعني next question السؤال الذي يلي what time she wakes up ترجمة عربي يطلع مية مية الساعة كم هي تستيقظ wakes up لكن الحقيقة أن السؤال واضح أنه خطأ لأنه يتبع نفس القانون اللي فوق يعني احنا اتفقت أنا لسه شارح لك الآن أنه رقم واحد what where where تمام هذا رقم واحد what time جميل رقم اثنين فين مش موجود مش موجود واحد يقول طب هو مهم ليش عشان حدد لنا الزمن تبع السؤال عشان أنا عرف أنت بتسألني على أي زمن طب يعني هنا الزمن انت كيف عرفته واضح أنه هو من وضعه للس أنه بيسأل عادات يعني what time does هنا what time does she وتشيل الاس ليش نشيل الاس يا حبيبي احنا لسه شارحين أنه في السؤال الفعل يرجع مصدر يعني مثل she likes she doesn't like or does she like وهنا what time does she wake up what time does she wake up كده يصبح السؤال صحيح I will married next week يعني يعني واضح زي الشمس إذا أنا طارح فرق هنا أنا فوقت I will تأتي بعدها فعل I will go I will play لكن هنا في صفة ميريد متزوج يعني هو يريد أن يقول أنا هكون متزوج هكون بي هنا كده الشرح حلصته بس هالبعض يقول لا مش واضح أشرح لأكثر انت لما تستخدم ال will تقول I will ثم تضع إما فعل وإما اسم وإما صفة صح؟ يعني مثلا بهذا الشكل I will إما طبع فعل I will go play study visit ما تريده لكن إذا أردت أن تضع اسم أو صفة هتقول I will be a doctor أنا هكون دكتور أنا هكون متزوج I will be a nurse أنا هكون ممرضة إن شاء الله في المستقبل I will be tired أنا هكون متعبان I will be sick هكون مريض I will be upset أنا هكون متذايق أو زعلان يعني في فرق ما بين I will أتي بعدها فعل I will إذا جاء بعدها اسم لابد أن تضيف به آخر نقطة Are you a lawyer for a long time؟ يعني هو السؤال أنه أنت حب تسأل واحد بتقول له هل أنت صار لك محامي lawyer lawyer محامي هل صار لك محامي يعني فترة طويلة منذ فترة طويلة يعني صار لك محامي هنا واضح جدا أنه أنت مش هتستطيع أنك تستخدم هذا السؤال بهذا الشكل فلذلك التغيير هيكون في Are you Are you هتتغير إلى Have you been ثم تضع هذا الباقي كله يعني تضعه هنا واحد يقول كيف يعني Have you been a lawyer Have you been a lawyer for a long time؟ هل صار لك محامي فترة طويلة؟ واحد يقول لي لا أنت حليتها بس أنا مش فاهم يعني أنا إذا ما قناعتني بكرها عمل نفس الخطأ الأول شو ذا حبيبي إذا أنت بتسأل هل أنت محامي هل أنت متزوج هل أنت في لندن Are you مفيش مشكلة لحد هنا Are you a lawyer هل أنت محامي Are you a doctor Are you a nurse Are you happy Are you sad مفيش مشكلة لكن طالما أنت تدخل في المدة اللي سموها الperiod الperiod المدة For or since هتحول Have you been ليش؟ هي المتخصصة في الperiod المتخصصة للperiod للفترة أيوا هي Have you been ليش يعني إيش معنات Have you been هل صار لك يعني؟ هل صار لك يعني؟ هي بس معناتها لا هي لها معاني كثيرة بس يعني من أحد أنموع معانيها هل صار لك Have you been married for long time أو for ten years أو for three years هل صار لك؟ يعني معلش بسرعة إذا أنت بتحب تقول هل أنت محامي هل أنت دكتور Are you are you are you هل أنت في باريس Are you in باريس؟ هل صار لك في باريس خمس سنوات؟ إذا بتتكلم على المدة هتعود أتعدلها Have you been in باريس for five years Have you been sick for three days؟ أتمنى يكون يعني وضحة الصورة والأخطاء هذه تتقل عندكم بحيث أن من الآن from now on من الآن وصعدا تصبح أخطاءك أقل وتستطيع أنك أنت ترتقي بلغتك لا تنسوا الاشتراك في القناة هذه وهو في القناة الثانية لمن يريد أن يعني يبدأ كورس مرقم مرتب ومنهج بطريقة رائعة جدا اختبارات نصف الكورس اختبارات آخر الكورس آخر الشهر ينتقل المستوى الذي يليه وهكذا أنا أنصحك يعني اكتب فقط في اليوتيوب القناة الثانية مع مراد هتظهر لك قناة الثانية ادخل على قوام التشغيل من قوام التشغيل ابدأ على الكورس اللي اسمه كورس جديد 2021-2022 شكرا لك حظان وفقا انسي صورة مقريبة مع السلامة الله